هناك أزمة أسوأ على كيف تسير الأمور أنا توقعي أن الحرب العالمية باختصار بدأت في أوروبا هذه حرب عالمية مش حرب بين أوكرانيا وروسيا هي حرب بين الصين وأمريكا بأدوات أخرى وانتقلت إلى منطقتنا ما يحصل في غزة وفي المنطقة هو حرب عالمية تسير باتجاه بحر الصين ليش بحر الصين مش لأن الصين هناك لأن هناك جزيرة اسمها تايوان أمريكا والصين مصررين على الخلاف حولها طب ما فيه مئة جزيرة يا سيدي خليها الجزيرة تروح بحالها لا هذه الجزيرة هي التي ستحسم المعركة طبعا تحليلات كلها غير شي كما أن الصين وأمريكا والصواريخ والصواريخ والقنابل والذرية والكلام بحالي تايوان تنتج تسعين بالمئة من محولات العالم تسميها بروسيسر أو سومي كونداكتر أو كل الموصلات والمحول واللدات اللي تشغل كل شي بالدنيا يعني السيارة ما بتمشي بدون بروسيسر كمبيوتر ما بشتغل بدون بروسيسر كامرتك ما بتشتغل بدون بروسيسر طيارة ما بتطير بدون بروسيسر مدفع ما بشتغل بدون بروسيسر طيب إذا عندها تسعين بالمئة هذه الجزيرة من إنتاج البرسيسر في العالم أنا أمريكا ممكن أسمح لها أن تنضم للصين أو أن تحتل للصين انتهت انتهت في العالم إن شاء الله العالم كذلك أمريكا الصين لن تسمح لأمريكا أن تستولي على تايوان لأنه بساعتها انتهت الصين فإذا الحرب ستصل الآن من غزة على جنوب بحر الصين للصراع على تايوان العملية ستنتج عنها حرب أونلاين إحنا انتقلنا كل شي أونلاين يعني ما فيش عقلي بسيط يتخيل إنه الجيش الصيني راح يروح يحتل أمريكا مثل بالحرب العالمية الأولى والثانية أو الجيش الأمريكي يروح يحتل الصين مش وارد ولكن صواريخ وطائرات وقنابل والآخره ويكتشف الطرفين أن لابد أن يجلسوا وأنا بعرف ككون الطرفي محاولة لأن يجلس الطرفين على مستوى غير رسمي لحل المشاكل بينهم ووضع نظام جديد يتفق عليه ولم يمكن فلازم يحتكوا وكل الحروب دائما تنتهي على الطاولة على طاولة المفاوضات فعندما يجتمعوا على طاولة المفاوضات وأنا أتوقع أن يكونوا أربع أطراف الصين ومعها روسيا أمريكا ومعها بريطانيا أمريكا ما عنده حليف في الدنيا البريطاني الباقي كله يعني كلام حلو أما الحليف الحقيقي اللي بتقدر تعتبره كأنه أمريكا هو بريطانيا أما الباقي اللي بتسميهم أصدقاء أصدقاء كويس هلوي الأصدقاء بالنادي لكن هذي هي الأربعة سيجلسوا ويصيغوا اتفاق يشمل 15 بند عند القائمة فيهم هذول 15 بند يبدأوا بالعملة الدولية وبالرادارة على الإنترنت والأخره كلها خلافية ما رح يقدر يحلوا على الطاولة هتأخذ وقت بأن يشكلوا فرق من الطرفين يجلسوا ليبحثوا كل موضوع المنضوع ويصلوا إلى صياغة نظام عالمي جديد وقيادة عالم جديدة في هاي الأثناء العالم ساحتكون في حالة قلق اقتصادي كبير جدا والقلق هو الخسارة هو اللي بسبب الخسارة لما نأيبل مش عارف شو رح يصير فيها كمثال عبس تعملها مشكلة في إنتاجها في مبيعاتها في كل سياساتها وكذلك كل الشركات الأخرى في الدنيا احنا متجهين إلى مرحلة من القلق على مستقبل العالم لعدم وضوح نظام عالمي ولا سيادة عالمية عليه فما في شك بأننا سنواجه أزمة اقتصادية وأزمة اقتصادية صعبة ترجمة نانسي قنقر